قريبة الحياة دكتورة أولاء الشحية سعد صباحك يا صباح النور صباح خير دكتورة أهلا وسهلا صباحكم نور أحنا أكثر والله حياة الله وأهلا وسهلا دكتورة في البداية خلينا نتكلم عن هوس الشهرة هل عندك تعريف خاص بهوس الشهرة؟ نحن نتكلم عن الشهرة بشكل عام أن الإنسان يكون معروف على نطاق ومدى كبير طبعا على مستوى كبير بالاسم باللقب بالعمل اللي هو يسويه جميل جدا أن يكون عندك طبعا هذا اللقب أنك تكون مشهور نعم لكن الحوس بشيء يعني معناته أنه زاد عن حدة وكل شيء يزيد عن حدة أكيد نقلب ضدها نعم فالحين نحن نتكلم عن لماذا يتنافسون المعظم معظم الناس الآن خاصة السوشيال ميديا على الشهرة على أنه يطلعون ترند ولماذا نرى هذا الشيء في تزايد خصوصا أنه شهرة بلا سبب ما لها أي معنى منتاز منتاز والله يهدى أنت يبتي المضمون اللي فيها أنه شهرة بلا محتوى شهرة بلا سبب شهرة بلا عمل أساسي شهرة أدت بأصحابها أنه أصبح هالناس مجموعة من الناس يتبعها ناس ثانية لأنهم ما قادرين يفرقون أن المتابعين أعمار مختلفة ناس مختلفين من بلاد مختلفة لأن أنت تصبح اليوم وساد تواصل اجتماعي ما تفتح في بلدك أنت بس ولا تفتح في مثل ما نقولها في فريجك لا تفتح على العالم بأكمله لكن سعي الناس أن يكون مشهور لأكثر عدد من المتابعين منه السبب فيه خلنا نحن ناخذ الروت ما نروح للمشهور نروح لخلف المشهور منه السبب فيه نحن المتابعين أنا لما أعطي شخص أكبر من حجمه لسبب شيء هو يقدمه صح ولا لا فأنا المتابع أنا اللي أزيد هذا الأمر لما يكون شخص يقدم أمر خارج عن المحتوى أو ما في محتوى لما أنت تخبريني أو تنشرينه على الواتساب أو تنشرينه بوسائل أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي وأرجع أنا أضيف هذا الشخص عشان أنا أزيد عدد متابعينه فأنا يالس أزيد طاقة هذا الشخص ويالس أزيد عدد متابعين فيصبح معروف بالمحتوى اللي هو يالس يطلع فعلا على الواتساب نحن بس أحيانا دكتور أولا أن المتابعة ليس بالضرورة هي أعجاب أو تنعيد لا بالعقل خلينا نستعين شوية من اليوم دكتور أولا عندها مقال في صحيفة البيانة الإماراتية بعنوان هوس الشهرة إلى أين فتذكرين تقولين مؤلم هذا السباق والتنافس ليس له صفة أو عنوان كل الهدف منه الوصول للشهرة وأكبر عدد من المتابعين والعجاب لا يهم القيم أو الأخلاق أو حتى الأعراف والتربية لم يعد هناك مانع أو حد لشيء صحيح ما تعتقدين أنه إذا كان المشهور يقدم نفسه بدون أخلاق وقيم ويصير مشهور يعني وينتشر يعني ما تعتقدين أنه فيها يعني ذم للجهتين حتى المتلقي المتلقي والمعطي والمتلقي الأثنين عليهم اللوم نحن نلوم الطرفين اللوم أنفسنا واللوم الشخص الذي يعطي هذا الأمر لكن نحن اليوم ما يعنيين مثلا نعطي المشاهد أو المتابع اليوم أن الشهرة شيء خاطئ لا بالعكس أنا واحدة من أهم قيمي وذكرت بعد هذا المقال أن الشهرة شيء مهم عندي بس حلو أن أنا أكون عندي الشهرة لسبب اليوم أنت حتى ذكرت هذا الأمر اليوم أنت لما تعطي محتوى معنات أن أنت تعطي مسؤولية تعطي إرث لمستقبل تعطي مفتاح لآخرين أنهم لما يتابعونك مثلا أصبح المشهورين في مجال اللي هو التسويق والماركتنج شيء جميل حلو أن نشجحهم أنهم مثلا اللي هي للمبيعات والماركتنج والتسويق فيه هدف من هذا المؤثر فيه هدف من هذا الشخص لكن نحن اليوم نتكلم عن اليابا يكون مشهور لما يكون خلف هذه الكاميرا ويصور أمور خارجة عن الأخلاق وخارجة عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن قيمنا وللأسف يصبح مشهور فيها لما تنتوقفين طفل طفل أنا أقول طفل ونعم أعيدها لأهميتها لما أوقف طفل وأقول له شو تبقى تكون في المستقبل ابتعدت كلمة أبو أكون دكتور مهندس إعلامي طيار أختفت تماما أصبح أبو أكون يوتيوبر أو أكون مشهور صحيح هذا أصبح الهدف شو خلف هذا الهدف طيب هل الأهل لهم دخل مثلا أنه هم ربوا أطفالهم أنه على الشهرة أو على حب الشهرة أو أنه هذه الشهرة بعد لها عائد مادة كبير كمان بالضبط أنت الحين يأتي للمفتاح الأساسي اللي نحن نبقى مثل ما نقول نوعي فيه الآخرين لأن هذا تحدي أنا ما بي أقول نمنع أو نقاوم أو نبتعد لأن كل هاي الأمور مثل اللي تقولين شو أنا لما أمنعت على الشي أنت تبينه أكثر فما يستوي أن أي أقول لولدي لا خلاص أنت ممنوع أنك أنت ما تستوي يوتيوبر لا جميل حلو أن أنت تكمل تعليمك بهدف حلو أن يكون عندك هدف طيب بتفتح قناة في اليوتيوب ممتاز رائع أنا بساعدك بنيب ناس مختصين في هذا المجال علشان يساعدون هذا الطفل لأنه طفل ما يكون أتجار بهذا الطفل خلف هاي الشاشة حلو أن يكون طيب شو المحتوى اللي ناوي تعطيه للأطفال لأن أنت هذا التارجت مالك حتى الكبار يستفيدون منه فهذا واجبي أنا كولية أمر وأنا فعلا عندي بنتي دائما تقول أنا أبا أفتح قناة في اليوتيوب أنا أقول لها ما عندي أي مانع أنت يكون عندك قناة لكن حلو يكون عندك هدف أنت تطلعينه وعندك رسالة المردود المادي أنا ما أقول لولدي والله لا أنت لا لا تفكر في المال ما ينفع شي أنا أكبت عنده معنى أن الواحد يكون عنده ثراء ووفرة أمر غير موجود لا بالعكس حلو يكون عندك مكسب وحلو أن يكون عندك بداية مثل ما نقول بيزنس خاص فيك حتى لو من خلف وسائل التواصل الاجتماعي لأننا عارفين الحياة المقبلة حياة افتراضية أكثر منها حياة واقعية لأن العالم الافتراضي وعالم الذكاء الصناعي وعالم التكنولوجيا في تطور فهذا الجيل كله طالع لهذا المستوى فالمهم عندي أننا أؤسس بناء قوي بوعي صحيح بأخلاق وقيم عشان لما يطلع هذا الطفل فعلا يسوي هذا الأمر أو أي شاب حتى يكون عنده فعلا هدف يعني مثل ما نقول سامي لهذا الأمر مو مجرد أن فيديو أشتهر فيه هاييل بالضبط أنا أسميهم الفقاعة نعم بس محتوى وصاروا موجودين على الساحة وبيختفون لأن هاييل اللي هم الوقتي المفعول الوقتي مجرد ما ينتشر وعي صحيح صقيني هدى كل هذا بيختفي لكن يحتاج الجهد مننا نحن الواعيين بنشر هذا الواعي طيب دكتورة كيف تردين على الرأي اللي يقول أنه بالنهاية هذه منصات حرة نعم للجميع مو من حق أي أحد أنه هو يحددها ويوجهها أو يفرض على هذا الشخص يعني افعل هذا ولا تفعل ذاك ممتاز كيف تفعل جدا سؤالك رائع عشان شيء أنا هذا السؤال ختمت فيه مقالتي وقلت اللهم لك الحمد إن أنا في دولة لها قادة يعتبر هذا القائد والد لي وضع قانون يخص وسائل التواصل الاجتماعي اللي يوضح فيه أني أنا كشخص أنا المسؤولة أولا وأنا صاحبة هذه المسؤولية باللي أنا أخرج على هذه القنوات والشيء الأهم أني أنا سفير البلادي لما الواحد فينا يطلع على هاي القنوات جميل جدا أن أنت تعرف أنك صورة لبلادك ستسيء لها إن أسأت هذا التصرف أو أسأت هذا المحتوى ستشرف بلادك وتعلي شأنها إذا أنت تكلمت بشيء صحيح وشيء جميل فإحنا نقول مثل ما أنت قلت هذه القنوات لها إدارات خاصة فيها لكن مع زيادة الطلب من المتابع أن يكون في تحديد لقوانين معينة لو لاحظت الأنستجرام حط مثلا عمر معين السناب شات الحين في دراسة أنهم يحطون أعمار معينة للاستخدام نفس الشي اليوتيوب فبما أن الناس تطالب أن يكون فعلا في قوانين موجودة هذه القنوات سترضخ لذلك وفعلا تضع لها قوانين وحتى المشاهير أنا أحس القوانين الصارمة التي صارت مؤخرا هذه ستردى كثير من المشاهير التي بدون سبب التي يتنزلون على القيم والمبادئ بدون أي تأنيف ضمير صحيح؟ الشهراء يكون عندهم متابعين دكتورة بالنسبة للقيم والمبادئ لا تتقدين أن هذا شيء هو متحرك ومختلف مع الزمن ومن مكان لآخر لا القيم والمبادئ أساسية لأنها حتى يعني بإختلاف تفضل كثير من المشاهير التي كنا نستضيفهم ونعتز في استضافتهم كانوا يشتكون أو ينوهون على نقطة جدا مهمة أنه كان في معارضة من أولياء أمورهم في البداية ولكن لما مشت الحياة معهم صار في تقبل لهذا الشيء صحيح وصار فيه نوع من الفخر صحيح فما تغيرت القيم هنا أو على الأقل هامش نحن لا نقول أن هذه ليست قيم هذه ليست بالقيم هذه المعتقدات لأننا كان لدينا معتقدات أن البنت لا يستوي أن تطلع على شاشات التلفزيون أنا وحدة من الناس واجهت نفس الكلام الذي تقوله لكن لما كنت أطلع ما هو المحتوى الذي أقدمه؟ ما هو الفكر الذي سأعطيه؟ فبدأ هناك فيه تقبل بسيط يبدأ شوي شوي نفس الشيء بالنسبة لهم في مجال التسويق أو في المجال الآخر لما بدأوا الأهل يتقبلون أنه شافوا بنتهم أو شافوا ولدهم أصبح له اسم في المجال الذي هو فيه فهنا المعتقد اختلف نعم طيب بنفس الوقت نحن بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وأنه كثير من المشاهير اللي هم بلا سبب مشاهير ويتابعهم الملايين إلى أي مدى نحتاج إلى زيادة الوعي عند المتلقي أو إلى أي مدى أنه هذه الشهرة هي موش يعني ما في أنا ما أشوف أنه مثلا في دراسات تقيم ضرر هذا المشهور على المجتمع يعني كثير من المتابعة هي تنفرز أو تصنف تحت الفضول تحت الفضول المستفز صحيح تحط لك أنك متابع أو غير متابع نعم مثل ما يقولون بلمسة أصبع يعني لا تتابع ريح نفسك فهي في النهاية اختيار وقرار لصاحب الشأن نفسه اختيار لك أنت كيف تكون فهي تبدأ من كل واحد فينا كيف أن نحن ننشر هذا الأمر اللي يالسين اليوم نحن نسويه هذا جزء كبير من الوعي اللي نزرعه في المجتمع بشكل كبير شكرا لك دكتورة ولا على هذه المعلومات وصراحة شكرا لك